ورجعنا لكم عشان نكمل رحلتنا معاكم في خطة أحمر النهاردة وكالعادة بتشوف أي حد بتجيله الفرصة إنه هو ياخد كده النادي الأهلي في السكة واحدة ويتجاهل بيها كل الحقائق وكل المعطيات وكل الواقع اللي احنا تعلمنا دايما معاكم إن احنا قصتنا معاكم كمشاهدين قصة واقع لا كلام مرسل ولا افطراءات عشان نفهم القصة ببساطة نروح ونسمع خالد الغندور في الفيديو ده ونرجع عشان عندنا ردود كتيرة ومهمة ميدو زمالكاوي جدا 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 لكن ميدو ما عاش في الزمالك كتير ميدو لعب في الزمالك قديه سنتين؟ صح سنة سنة ونص حقيقة كده بس ضحة للزمالك كتير وجيه كمدرب وجيه كمدرب وجيه كمدرب سنة لكن احنا عاشنا في الزمالك 15 سنة أنا زي زيك أنا نادي الزمالك نادي كبير والنادي الأهلي نادي كبير صح أنا النادي الأهلي أقوى من الزمالك في الإعلام طول الوقت النادي الأهلي قبل الفرقان بيجامل في التحكيم كثير جدا 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 ممكن أقولك حاجات كتيرة جدا حصلت من بداية من جون حصل شحاتها نفسي مرة التسلل عارف من الناس اللي تسلشي نفسها في البسين أنا نفسي مرة أنت عايز توقفني ليه طيب؟ عايز توقفني ليه؟ أنا بقولك ده مجملات نروح لها قصدي التساوي في الإمكانيات ما يودغش النفس القصة نفكر فيها ما فيش إمكانيات تساوي ما فيش مجال تساوي؟ رعاية النادي الأهلي وأنا اللي بشوف أن النادي الأهلي بياخد أقل كمان من ما تستحق العلامة التجارية للنادي الأهلي وده هنعف عنه بس الفكرة مع بداية الكلام كانت فيما يخص ميدو الكلام اللي قاله عن نظرية المؤامرة وهنا ما ينفعش نتجاوز ده لأنه يخصنا لأنه هو تقال فيه أن ميدو معاش كتير داخل نادي الزمال طيب يا كابتن خالد هل كابتن حسن شحاتة لما قال مشكلة الزمالكوية أو مشكلة نادي الزمالك أنه بيحسس نفسه بالمظلومية كابتن حسن شحاتة اللي عاش تاريخه واللي أنت بتستشهد به بواقع الدور 82 هو نفسه اللي بتلصق اسمه دايما في كل قصص نظرية المؤامرة هو نفسه بيقولك أن ده أحد أهم أسباب مشكلتك أن أنت بتعيش نظرية المؤامرة معاش في نادي الزمالك خصويا أن كابتن حسن شحاتة قالي المشكلة دي ظهرت مؤخرا آخر خمس ست سنين والكلام ده كان من تهاتة 4 سنين ما بيتكلم في الفترة الإعلامية تحديدا اللي أنت كنت مؤثر فيها في ترسيخ ده عند جمهور الزمالك ده شق إذن الموضوع ما لهش علاقة بالنميدو معاش نادي الزمالك هو الموضوع اللي هي علاقة باللي أنت بتقوله مؤامرة أصلا ولا لا يعني أنت وقفت عند دوري حسن شحاتة 82 تحديدا أنا بشوف مباراة 24 مايو 82 دي هي أكبر مغلطة لفكرة ما أغز ما ليس إلا بإلا وفضلت تبني علاقة جذيب وعملنا حلقة هنا واضحة ممكن ترجع لها في الأرشيف عشان تكتشف نقاط بس سريعا إذا كان النادي الأهلي حسن ولا لا الدوري في فارق ثلاث نقاط أصلا عن نادي الزمالك يعني مباراة دي ما كانتش هي المؤثرة إذا كان أصلا فيه هدف لمحمد صالح في مباراة غزل دومياط ملغي وأصلا هدف صحيح ولا لا وقعت الاتحاد السكندري ومشاركة عدل المأمور وشرحنا فيها كتير جدا وبيان تاريخي للجنة الأندية ولجنة الحكام غير مسبوك في تاريخ كرة المصرية بيقول توجيه الدوري لنادي بعينه ووقعت المنصورة اللي كانت في الأسبوع الخمسة وعشرين وأيضا إلغاء هدف للمنصورة ونتج عنه إلغاء المباراة ارجع وراجع المسم ده هتلاقي في أرشيف الأهلي خط أحمر تقدر تكتب دوري حسن شحاتة 82 تقدر تشوف إذا كان دي مظلومية أنت ينفع ترددها ولا أنت بتردد مغلطة هي دايما مش حقيقة ولكن حتى التحكيم ما قبل ظهور الفار التحكيم ما قبل ظهور الفار أنا عايز أقول لك هناك خمس دوريات على الأقل النادي الأهلي لو جينا اشتغلنا تحكيم جولة بجولة هيكون النادي الأهلي من أهم أسباب خسارة الخمس دوريات دول أخطاء تحكمية وكلهم قبل وجود الفار قص هو طبعا الكلام اللي تكلمه خالد الغندور بيتكلم عن فكرة استدعاء مواقف من التاريخ عشان يثبت عدم صحة مقولة كابتن أحمد حسن ميدو لما قال النادي الأهلي نادي يشبه إلى العقلية الأوروبية والنادي الأهلي عنده قصص مبنية عليها واستعرض بعض المواقف في الوقت اللي عاش فيه أحمد حسن ميدو في نادي الزمالك أنه لما كان ناشئ تم مرحش للتدريب لمدة أسبوع وكان الزمالك هيواجه غزل المحلة وما كانش بيرد على التليفون فكلمه راح راكب تاكسي وراح استعد غزل المحلة ولعب مباراة قطاع ناشئين وخسروها برقلات ترجيح أمام النادي الأهلي وقتها وكانت بتلاعب في غزل المحلة ولكن قال إن الكلام ده لو في الأهلي يتم فيه عقاب وأنا عايز أحط قواعد داخل نادي الزمالك تشابه قواعد إن الاهلي فبالتأكيد ده كلام بيهد كل المحاولات التضليل الإعلامي الميدو بيساهم فيها وبيضر من وجهة نظر بها جماهير نادي الزمالك أكثر ما بيفدى أكثر ما بيفدى لأنه دايما اللي بيروح لفكرة إن التشويه صورة وإنجازات النادي الأهلي يمكن أنا مختلف شوية مع كابتن حسن شحاتا إن ظاهرة المظلومية دي مش راجعة لآخر خمس سنين لا يا من فترة طويلة وطويلة جدا واللي بيرى أرشيف كتير جدا فهيشوف إن الكلام ده موجود دايما فكرة إزاي قدي مبرر إن أنا فقدت البطولة إيه هو المبرر؟ إن أنا فقدت البطولة لأسباب جامعها خارج أنا تقييمي أنا لذاتي كفريق تقييم لعبتي تقييم إدارتي للأمور بشكل أو بآخر ميدو جاء حط الأمور رمع نقطة ضوء كده يا جماعة فيه مشكلة وللأمانة ميدو تكلم فيها أكتر مرة يمكن بيه ترهجع كتير جدا بطبيعته إنه زمالكاوي ولكن في النهاية على الأقل فيه أوقات كتيرة جدا بيقول الصراحة وبيمنح النادي الأهلي حقه لكن كابتن خالغا ندور مش عايز ده ومش عايز ده يحصل في الإعلام وعايز دايما تظل الصورة إن النادي الأهلي بطولاته غير مستحقة ويبدأ يجيب يقول لك حد بيرمي نفسه داخل الثمنتاشر وطبعا يقصد وقعت الأهلي وحرص الحدود في دوري انتهى من شهر يناير المنافس للنادي الأهلي كان فريق أمبي الفارق بين الأول والتاني كان ضعف كان الضعفي يعني ضعف عد نقاط في دوري كان نادي الزمالك فيه سادس الدوري وكان بيتنافس مع أسمنت السويس اللي هبط في الدوري اللي بعده فبالتالي ما ينفعش آجي أخذ لقطة زي دي وأقول لأي بيرمي نفسه داخل الثمنتاشر والنهاردة كابتن أيمن يونس وبيشده يجذب مع الكابتن أحمد الشناو في راكل الجزاء واضحة وصريحة لفريق غزل المحلة النهاردة لم يتم احتسابها بعد استدعاء عبدالعزي السيد من قبل حكم الفيديو وأصر إنها مش راكل الجزاء فالكابتن أحمد الشناو بيستشهد بالكابتن فاروق جعفر فالكابتن أيمن يونس قاله انت راح تستشهد بفاروق اللي واخد له خمسين راكل الجزاء يعني بلاش بقى نتكلم عن لقطة ونستدعيها بلاش نتكلم عن لقطة في دوري كانت محسومة ولكن في النهاية خلينا أقول لك نقطة موامة جدا القطأ قبل تقنية الفار تقدر تقول احتمالات كتيرة جدا غير مقصود ما شفهاش الحكم بياخد القرار في ثانية الحكم بشر أخطاء كرة القدم ومطعة كرة القدم بتاعت فيه مقدمتها أخطاء التحكيم كلام كتير تقدر تقوله ما تجزمش ان فيه خطأ فادح لكن لما يكون في تقنية فار وفيه استدعاء للحكم وفيه صورة من أكثر من زاوية واضحة للجميع فهنا الخطأ لازم يقول لا ده هنا ما فيش أي مبر للحكم ده وهنا يخلينا نقول ان المحكم ده من وجهة نظري عشان بشككش في حد حكم ضعيف فنيا لا يرتقي لانه يقود مباريات في الدوري المحلي ولا حتى مباريات في الدرجة التانية وبالتالي خلي المعيار سيبك من التاريخ انا اتكلمنا فيه كتير واردنا فيه كتير خلي المعيار الوقت الحالي ايه هي الأخطاء اللي بتحدث من التحكيم واللي صالح أي فريق وضد أي فريق في وجود تقنية فيديو قادرة على انها تستعيد او تمنح للحكم فرصة ان نشوف اللقطة اللي انت مش افتهاش طب شوف من الزاوية دي طب شوف من الزاوية دي هنا لما يكون فيه أخطاء تحكمية في الوقت ده انا وجهة نظري الخطأ في وجود تقنية الفار بمية خطأ تحكيمي قبل وجود تقنية الفار من ناحية أثاره السلبية لان هنا مفيش اي عذر الحكم انه هو يدي قرار خاطئ الا انه حكم ضعيف فنيا نطلع بقى نشوف الأخطاء اللي حصلت ضد النادي القالي وحرمت النادي القالي من حقه في رقلات جزاء المفترض تكون لصالح النادي القالي تفاضع عنها حكام الساحة برغم ان وجود تقنية الفيديو نشوف الفيديو عشان نرجع نعقل قالي هنا واضح جدا من لاعب دجلة وهو بيشد لاعب القالي وحتلقوا اللاعب حتى يعني مش بيعلي الأمام لو هو بيمثت ليه بيعلي وراء الخطأ موجود وراكة الجزاء يعني الفار ما شافش خلاص بقى فهنا الوضعية لم تكن وضعية طبيعية في بداية اللقطة فهنا كانت هناك ضربة جزاء فحيحة لن يعلن عنها الحكام الرأي طبعا هنا لعيب نادي بيراميدز بيعمل مهاجمة برجلو مهاجمة برجلو اليمين على لعيب نادي الأهلي دي ركلة جزاء واضحة القدم هنا قدم اللاعب المحل هو بالشكل ده هو نعم خلاص حط قدمه أمام قدم لعب محمداني اللي حييجي فيه نعم يعني حط رجلو على برجلو فاخد لعب محمداني خلاص نعم محمداني لازم يسقط هاي بالشكل ده فطبعا هي دي ركلة جزاء واضحة بص يا كابتين سيف هي طبعا هي الكرة الجدل المصر الكلاب تتكلم فيها دلوقتي هل الكرة بتاعت عيجيي دي ركلة جزاء واضحة ركلة جزاء حضرك شايف ايه انا شايف الكرة دي في ركلة جزاء لان فيه خطأ تم قبل الكرة متخرج أرض الملحب هنا طبعا فيه دفع من لعيب نادي المقاولين لعيب النادي الأهلي انا كنت موطوعك ان حكم الفيديو لازم ينادي محمود ناجي وشوف الكرة دي بس الكرة دي ما تعددش دي الكرة اللي خلت بعد كده اعتقد جهاز النادي الأهلي كان بيعترض عليها ان ولا حكم الفيديو نادا ولا شوف يعني من نوعه تنظر حاجة دي تدرب الجزاء دي ركل الجزاء لو انت بصتلي دي كده دي بالزبط ركلة الجزاء اللي اتحسبت على أهلي هنا دي كانت لابد ان هي تعتصر ركل الجزاء وكان لازم حكم الفار يجيب بحمود عشر ممكن ما شافهاش اللي انا شايفه هنا بتبقى للتصوير ده ان في ايد حارس مرمى مكان وضع الكاميرات يا كابتن سيف كان يخدمنا اوي في اللعبة دي انما في الصورة دي فيها شك كبير ركل الجزاء محمود البنة صعب ان يشوف كرة دي كنت اتمنى حكم الفيديو يعني قرار حضراك ان الكرة يدرب الجزاء اللي مبلاش انا شايف ركل الجزاء هنا في احتكاك في لعبة باهمال من لعب نادي سموحة الناس هيقولوا حتى لو لعب كرة ايه لعب الكرة بس اما بتلعب الكرة برضو انت لازم تحافظ على سلامة اللاعب شكل بالشكل ده بالاسلوب الداخل اللي دي ركل الجزاء فلما نشوفه بقى لاته ومشي كده مره محسر رايح التاني عمل ايه بقى المدافع بص بعد ما عدى رجليه اعاقة هنا عرقلة واعاقة اللاعب وراكة الجزاء موجودة لا رحنا للاثنين وتمانين ولا رحنا للخمسينيات ولا رحنا للاربعينات ولا رحنا تكلمنا عن اخطاء تحكمية في حكام كانوا بينتموا او درجة قرابة من الدرجة الاولى مع لعابين في بعض الفرق ولا استعرضنا التاريخ ده ولا نشكك في احد من هؤلاء يعني كان موجود كابتن حسين امام كان موجود كابتن نبيل نصير كلهم يعني لهم كل التأدير والاحترام وما نقدرش نشكك في ان في حكم بياخد قرارات تبعا الانتماء او تبعا الوجود حد من الدرجة الاولى من اقاربه في الملعب وبيحكم المباراة عادي والكلام ده للصدف السعيدة انهم ما حصلش خالص مع نادي الاهلي يعني مشوفناش حكم بيحكم مباراة لنادي الاهلي اخوه متواجد في فريق النادي الاهلي مشوفناش حكم حكم مباراة لنادي الاهلي ابن اخوه متواجد او حرس مرمى في فريق النادي الاهلي لان ده متهيالي لو كان حصل بعد الكلام اللي بيتقال طول الوقت عن نادي الاهلي ما كناش هنخلص لكن هنا ما بنشككش احنا هنا راحنا لايه لتقنية الفيديو تخيل عزيزي المشاهد تخيل عزيزي خالد الغندور في 38 مباراة في الدوري مباراة في الكاس عندنا 9 رقلات جزاء في وجود تقنية الفيديو الحكام بتتغاضى عنها وتتغاضى تمنح النادي الاهلي حقه في الدوري ومباراة في كاس مصر ما بيحصلش النادي الاهلي على حقه بلاش تتكلم عن التحكين والأهم من كل ده احنا عمالين نستعرضه معاكم بشهادة خبراء التحكين ايه اللي خلى الحكام داخل الملعب لا الفيديو يستدعف بعض الحالات ولا خلى في حالات اخرى ان احنا نشوف كتير جدا من الحكام بيتجاهلوا التعامل مع حكم الفر لان كويس او ان احنا نأكد ان ده بسبب اخبار او بسبب اخطاء التحكيم دي راجعين للستوديو التحليلي وبنرجع للمحاللين لان عندنا رقل الجزاء واضحة ما بنحطهاش ما بنسردهاش دون من ده هي موجودة في سنة 2021 وهي رقل الجزاء لصالح رامي ربيع في مباراة القمة موجودة ورقل الجزاء واضحة جدا ولكن بما ان خبراء التحكيم يعني تجاهلوا فبالتالي ما ندرش نحطها في الامر ده عندنا اشياء تانية كتير جدا ولكن بعد الفصل موسيقى موسيقى